نظمت جامعة جنوب الوادي بالغردقة احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية ضم الحفل العديد من الفقرات الفنية والشعرية شارك فيها أطلاب الجامعة وخلال الاحتفال أكد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي محفوظ عبدالسطار أن كلية الألسن بالغردقة سوف تبدأ في إنشاء مركز لتدريب اللغة العربية لغير الناطقين بها من مقر الكلية لإهتمام باللغة العربية اللغة العربية من اللغات الأصيلة أقدم لغة في اللغات لغة بها العديد من المصطلحات نحن اليوم أحيانا بمشاركة ما بين كلية الألسن وكلية التربية وده المشاركة كانت كلها من الطلاب قدموا المواهف في الشعر والقاء برضو كان في مشاركة من كلية الألسن وطلاب كلية الألسن وكان المشاركة بتاع كلية الألسن مميزة أنهم تكلموا على الترجمة وبعض الأخطاء اللي ممكن تحصل فيه أثناء الترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية وده احتفال سنوي اعتدنا أن نحتفل به هنا في جامعة جنوب الوادي وفرع الغردقة كان الهدف من هذا الاحتفال هو تسليط الضوء على اللغة العربية وأهميتها اعترافا من نينا بأنها لغة عالمية تستحق أن يفتخر بها كل عربي كمان اللغة العربية عايزة نلقي في هذا اليوم تضوء على القضايا والمخاطر اللي بتعاني منها اللغة العربية أو بتهددها